اشتركوا في القناة اعتبرها التجربية وتؤهلكم مباشرة إلى خوض الغمار الامتحال الأكبر وهو المناظرة الآن بالنسبة إلى الطريقة التي يجب أن نعتمدها للإحاطة بأدب التوحيد يعني كيف نستطيع أن نراجع أباحيان التوحيد كيف نستطيع أن نلملم شتات هذه الأفكار التي تعترضنا عندما ندرس أدب التوحيد نبدأ أولا بالخصائص الفنية إذن دائما تتوقفون عند الخصائص الفنية الخصائص الفنية في أدب التوحيد ونحن نقصده في الامتع والمؤاسة وفي المقابسات وعرفتكم ما معنا كلمة مقابسة إذن نبدأ أولا بتحديد بتحديد أنماط الكتاب يعني التوحيد اعتمد أنماط كثيرا للكتابة أنماط الكتابة يعني هناك أنماط مختلفة نجد النمط السردي النمط السردي لعلكم درستم في القسم نصوصا يسرد فيها أبو حيان التوحيدي وعليكم السلام يسرد فيها أحداث ويبني حجاجه على السرد بعبرة أخرى وكأنه يطوع السرد من أجل أن يصل إلى الغاية الإقناعية الحجاجية فمثلا عندما يتحدث كما تكونون يولى عليكم يعني عندما يتحدث عن العلماء عن العامة وكيف ضجوا وكيف يعني عبروا عن تذمرهم وعن شكواهم من الوضع من هجوم الروم عليهم وكيف تورت العلماء في هذه الوساطة بين الخاصة والعامة نجد أبو حيان التوحيدي يميل إلى السرد يعني يسرد القصة ويعتمد فيها أسليب أيضا لوصف الشخصيات ووصف حالتها النفسية ووصف ملامح الملامح الخارجية للشخصيات وردود أفعالها وعلاقاتها وكيف يحكمها ظاهر وباطن وكيف يعني تسعى إلى أن تلين الخطاب وأن يعني تبلغ الرسالة دون خسائر دون صدام مع السلطان إذن نجد أن أبو حيان التوحيدي يوظف هذا النمط بكثرة خاصة في الإمتاع والمؤسس يعني هذا النمط للأسرد أيضا نجده في الحديث عن الفئات الاجتماعية المحرومة نجده في الحديث عن أسود الزبد هذا الذي تمرد وهذا الذي تحول من عبد معنى من عبد ضعيف وضئيل بقيام ثورة الروم يعني تحول إلى شخص ينتقم وشخص يعتدي على الآخرين إذن هذا نمط يسمى نمط سردي النمط السردي بالنسبة إلى أبي حيان التوحيدي يوظفه بغاية الإقناع والحجاج كما نجد في في أنمط الكتابة النمط التسجيلي النمط التسجيلي إذن هذا أيضا شائع في الامتاع والمؤنسة خاصة عندما يعني يسجل أحداثا وقعت في عصري وفي غير عصري ويجعل من هذا التسجيل والتوثيق نوعا من الحجة التي بها يصل إلى إقناع الترف المقابل المحجوج معناه مساء الخير يا أسما ثم هناك النمط الحجاج وهو الذي يعني يمكن أن نقول بيت القصيد بالنسبة إلينا النمط الحجاجي النمط الحجاجي وهذا النمط الحجاجي بطبيعة الحال هو أبرز أنماط الخطاب التي نتوقف عندها أثناء دراستنا لأبي حيان التوحيد نجد أيضا النمط التعليمي والنص القادم إن شاء الله الذي اخترته لكم هو من هذا النمط التعليمي يعني حيث ينتصب أبو حيان التوحيد في بعض الأحيان من أجل أن يعلم بالموعظة وأن يقرب المفاهيم وأن يبسطها وأن يصل في نهاية الأمر إلى غاية غاية الإقناع إذن هذه الألمات كلها بتبع الحال هي خادمة لهدف أساسي هو الهدف الإقناعي هذا هذه مرحلة أولى عندما تراجعون ركزوا على هذه والمسألة لا تحتاج إلى يعني كثير تعب أو إرهاق النصوص التي تشرحونها بالقسم إذن النصوص التي تشرحونها في القسم يعني هذه النصوص تنتمي إلى هذه الأنماط في الكتابة نجد منها ما هو النمط السردي نجد النمط التسجيلي نجد النمط الحجاجي نجد النمط التعليمي إذن النصوص هذه التي نشرحها يمكن أن تكون منتلقون للإستشهاد يعني لا نذهب بعيدا إذن سأبين هذا أنواع عندنا الهدف الثاني أنواع 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 الحجاج بالنسبة إلى أبي حيان التوحيد إذن نجد بالنسبة إليه نجد النوع الأول من الحجاج هو الحجاج بالمناظرة أنواع الحجاج الحجاج بالمناظرة يعني المناظرة على وزن المفاعلة عادة ما يجمع فيها أبو حيان التوحيد بين عالمين لعلكم درستم المناظرة التي وقعت بين متى ابن يونس وأبي سليمان بين متى ابن يونس وأبي سعيد السيرفي يعني في المناظرة بين المنطق والنحو أحدهما ينصر المنطق والثاني ينصر النحو إذن بالنسبة إلى ألمة الحجاج نجد في نصوص التوحيد هذه المناظرات بين علماء مختلفين ونجد أن التوحيد يعتمد في هذا النوع من الحجاج على بناء أطروحة على حساب هدم أخر إذن نجد يهدم أطروحة وقد يصل الأمر في المناظرة إلى نوعا من الصراع المباشر بين العلماء وإلى مواجهة المباشرة بين العلماء تفضي في الأخير إلى انتصار أطروحة على حساب أطروحة أخر وعادة ما تكون هذه المناظرات بين علمين مختلفين بين النحو والمنطق مثلا إذن نجد نجد أيضا الحجاج للإخبار إذن هناك موقعنا أنواع الحجاج نحن إذن هناك حجاج للمناظرة ثم هناك حجاج للإخبار والاستخبار للإخبار والاستخبار وهذا النمط سائد لأن الإمتاع والمؤانسة هي حصيلة هي نتيجة إخبار والاستخبار الوزير يستخبر يعني يطلب المعرفة أبن سعدان والتوحيد يجيب أنتم تعلمون أن الليالي الأربعين التي اللفها أبو حيان التوحيد أو المقبسات التي تجاوزت يعني عددا كبيرا هذه الليالي الأربعين هي نتيجة سؤال يترحه الوزير على أبي حيان التوحيد أنتم تعلمون هو عنوى الكتاب الإمتاع والمؤانسة إذن لم يكن هناك وسائل للترفيه بالنسبة للحكام يعني كانت كانت تقريب الأدباء هو وسيلة وسيلة السلطة للترفيه يعني استدعاء أبي حيان للوزير وجلوسه في قصره للمسامرة وكلمة مسامرة يعني جلسة ليلية بعد انتهاء العمل ومعنى هذه الجلسة غايتها الترفيه إذن الوزير يختار الموضوع بحسب هواه أو بحسب أهوائه والتوحيد يجيبه إذن هذا يدخل دائما ضمن نظام الاستخبار الوزير يستخبر والتوحيد يخبر إذن هناك علاقة بين السلطة والمثقف يعني المثقف ملتزم أمام السلطة بتقديم الإجابة الكافية والوافية في أي موضوع قد يسأله مثلا أنتم تحبوا الأمثل وتريدون تبسط المعلوم قد يسأله في بعض الأحيان عن الفلاسف قد يسأله عن أبي سليم المنطقي سأله في ليلى من ليالي عن أبي سليم المنطقي قد يسأله عن أخبار العامة كيف يعيش العامة يعني كيف تعيش العامة يعني بأي ظروف وقد يسأله في بعض الأحيان عن حياتي المهمشين في المجتمع وكنت قد أشرت لكم إلى الليلة 18 هذه الليلة التي حذفت من بعض الطبعات يعني لما فيها من سخف اللفظ يعني أنا أحفظ منها الكثير ولكن الإنسان يخجل من أن يردد ما يقوله السفلة وقد نقل التوحيد هذه الليلة بكامل الجرأ لأنه ملتزم بالاستجابة الوزي يعني هو لا يقدر مثلا أن هناك علاقة عمودية بينه وبين السلطة وإنما يقدر أن السلطة طلبت منه أن يقول ذلك الموضوع أن يخوض في ذلك الموضوع إذن بالنسبة إلى النوع الثاني الإخبار والاستخبار ثم هناك الحجاج يعني هناك حجاج غايته المناظرة وهناك حجاج للإخبار والاستخبار وأعطيتكم أمثلة لذلك وهناك الحجاج للدعم للدعم أو الضحف للدعم أو الضحف يعني هذه أمثلة عندنا أمثلة كثيرة عن الحجاج للدعم يعني عندما يريدوا مثلا إبطال بعض العلوم لما خلا علم النجوم من الفائدة مثلا وإلا عندما معناه يتحدث عن العلاقة بين الفلسفة والشريعة صحيح أنه يعتمد حجاج المقارنة لكن الغاية هي الدعم أو الضحف يعني عندما يدخل الشريعة والفلسفة في علاقة تناظرية في علاقة مقارنة ثم يعترف بأن الفلسفة فضائل وبأن الشريعة فضائل ولكن يمكن أن تفسد هذه العلاقة إذا تجرأ صاحب الشريعة لدخول الفلسفة أو تجرأ الفيلسوف لدخول الشريعة إذن التوحيد يدعو الفيلسوف وصاحب الفلسفة وصاحب الشريعة إلى أن يسير كلهم في اتجاهه دون أن تختلط الأمور لأن دخول الفلسفة للشريعة قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقبه ودخول الشريعة في الفلسفة يعني قد يؤدي أيضا إلى نتائج عكسية إذا نعود إلى نص الفلسفة والشريعة وستجدون أن التوحيد يشيد بالفلسفة كما أنه يشيد بالشريعة لكنه يؤمن بأن صاحب الفلسفة أو صاحب الشريعة يعني يتلقى الوحي ويتبق يعني دون سؤال بينما الفيلسوف هو الذي يصنع السؤال وهو الذي يصنع المعرفة وهو حر في اختيار ما يقول وما يفعل يعني المهم أن يكون منسجما مع أحكام العقل الآن يعني عندنا أنواع الحجاج وعندنا أنواع الحجاج أنواع الحجاجي ما هي الحجاج التي يعتمدها التوحيد عادة يعني هناك حجاج كثيرة يستعملها نحن عندما نقول نصح حجاجي وأن لا المحاج وأن لا نستعمل هذه المصطلحات فلابد أن ننصص على أن التوحيد يعتمد ينوع في الحجاج ويستعمل فيه المؤشرات ويستعمل فيه الأساليب إذن عندنا أنواع كثيرة من الحجاج أولها أعتبرها يعني أهمها هي حجة السلطة ماذا نقصد بحجة السلطة هنا حجة السلطة فسرتها لجماعة العلوم هذه حجة السلطة ماذا نقصد بحجة السلطة يعني عندما يقول ما معنى الحجاج يعني النص الحجاجي هذا وهو مدار اهتمامنا في هذه السنة في المنزع العقلي النص الحجاجي هو النص الذي غايته الإقناع يعني عندما نقول نص حجاجي عندما نقول نص حجاجي بالنسبة إلى حجة السلطة يعني حجة السلطة هي كنت نعرف فيكم بالخجاج أعود إلى أجيبه زميلكم قال ما معنى الحجاج ما معنى كلمة حجاج أولا الحجاج الحجاج من الحج يعني عندما نقول حج يعني عندما نقول حج أو البرهنة التي غايتها الإقناع يعني عندما نقول نص حجاج عندما نقول نص حجاج يعني نص يعني ينتلق من قضية من قضية وهذه القضية يجب أن تكون قضية خلافية أنا نتحور معك مثلا في مسألة معينة أنت تقول نعم وباهي وكذا وصحيح هذا ليس نص حجاج يعني هذا حوار عادي حوار سجالي بس أعود يا مالك نعم حجة سلطة هي عندما ينقول عن أبي سليم المنت لا لكن أريد أن أبي لك ما معنى النص النص الحجاجي أو الحجاج لا يكون إلا في القضايا الخلافية يمكن أن يكون في قضايا فيها اتفاق يا النص الحجاجي يفعل أن المحجوج الآخر المخاتب يخليفني في الرأي واعتقادي بأن هذا هذا المخاتب يخليفني في الرأي يستوجب مني أن أوفر الحجاج التي بها أحمله على الاقتناع برأي بعبارة أخرى التوحيدي عندما يخوض في قضية الفلسفة والشريعة ويخوض في علم الفلك أو في علم النجوم أو عندما يسعى إلى إقناع السلطان الوزير بتغيير سياسته هذه بكلها قضايا خلفية قضايا تستوجب الإقناع وعندما نقول تستوجب الإقناع يعني أنها تستوجب توظيف الحجج يعني لا يمكن أن يكون الختاب الحجاجي عاريا من الحجج تقررنا أنمات الكتاب بي همشنا نكمل أنواع الحجج أنمات الكتابة بي أنمات الكتابة إذن عندنا خلينا الساعة نكمل أنواع الحجج ثم أعود إلى أنمات الكتاب إذن عندنا الحجة هذه الحجة حجة السلطة عندما يسند إلى قول أبي سليمان المنطقي وكي نكتبها وحدها نكتبها أبو أبو سليمان المنطقي إذن هذه حجة السلطة لأن العالم في تلك الفترة هو يعني قول العالم هو قول سلطة يعني عنده تأثير على المتقبل يعني عندما يقول أبو سليمان المنطقي شوفه حتى اسمه يعني الاسم هنا نسبة إلى العلم الذي تخصي يعني لم ينسبه إلى قبيلته ولا عائلته وإنما نسبه إلى تخصصي المنطق إذن فأصبح هذا العالم في المنطقي أصبح يعني ذكر اسمه هو نوع من أنواع الإقناع بالحجة يعني فنسبة القول إلى عالم يعني سلطة يعني أن هذا العالم تحول إلى سلطة معنوية وسلطة معرفية تفترض أبو سليمان المنطقي هذا هو أستاذ التوحيد وأغلب الاستشهادات التي يتخذها هناك بعض القضايا التي يسأل عنها التوحيد لا يجيب هو مباشر يقول قال أبو سليمان المنطقي لأن ذكر الاسم في حد ذاتي هنا أبو سليمان المنطقي هو بمثابة الحج يعني مثل ما نقول نحن قال الدكتور الفولاني ونحن عندنا والدكتور هذا معروف وعنده ما كان إذن فقوله هنا أصبح حجة على السامعي إذن الحجة والنوع الأول من الحجة هو الحجة يعني حجة السلطة فهمت شو معنى حجة السلطة أكتبولي إذا كانت فهمين ما كانت خلنت جاوز به خلنا عود ثم زميل قال لا يوسف المعيوف حجة السلطة وهي التي نقصد بها اعتماد أبي حيان على أبي سليمان المنطقي لماذا نعتبر نعتبر أبا سليمان المنطقي أبو سليمان المنطقي لماذا نعتبر نسبة الكلام إلي حج لأن أبا سليمان شفت اسمه المنطقي يعني أصبح علما من أعلام العقل أصبح علما من أعلام الفكر وأصبحت مكانته رفيعة وأصبح قوله يعني فصل وبالتالي فإن اعتماد أبي حيان على أبي سليمان المنطقي هو شكل من أشكال الالتجاء إلى حج قوية يعني عندما أقول أبو سليمان فلا رد لكلامه لأن كلامه أصبح بمثابة السيف الذي ينزل على جميع وأبو حيان التوحيد نجده في أغلب نصوصه يبادل مباشرة بقول قال أبو سليمان المنطقي لأن يعني نسبة القول إلى أبي سليمان المنطقي وكأنها من جات لأبي حيان التوحيد كأن نسبة الكلام إلى أبي سليمان المنطقي هو شكل من أشكال استمداد السلطة وتقوية الكلام وجعله نافذا بالنسبة إلى المتقبل إذن الالتجاء لقول أبي سليمان المنطقي إذن هذه الحجة الأولى وهي حجة السلطة ثم هناك الحجة الواقعية إذن أيضا الحجة الواقعية الحجة الواقعية حاضرة بكثافة في أدب نجده يعود إلى الواقع يعني واقعه أو الواقع الذي عاش أستاذ يعني في التحليل كيف تذكر نوع الحجة اللي هي حجة السلطة نكتبوا اللي نعم تكتب حجة السلطة بالاعتماد على كلام أبي سليمان المنطقي أستاذه يعني لماذا نعتبر من المنطقي لأنه رجل علم في المعرفة ولأنه أصبح يعني دامك أنا مرموقة معرفيا وعلميا وبالتالي فإن قوله يمكن أن نقول أنه يتصف بالموضوعية ويتصف بالنزاهة ويتصف بالرفعة والسمو وبالتالي فإن ذكره يعتبر تدعيما للحجاج حاجات باعتك الصحة إذن بالنسبة للحجة الواقعية هناك بعض الواقع التي صارت في الماضي يعتمدها حاجات من الماضي صار مش في زمانه نعتبرها لا حتى حاجات في المعنى يعني واقعية بمعنى مربوطة بالواقع يعني عندما يتحدث عن واقع آخر هي حجة واقعية ولكن هو مش السلطة اللي نقص ده يا شادي ما دخل السلطة كي نقوله السلطة حجة السلطة عندما نقول حجة السلطة مش السلطة السياسية لا نقصد بها السلطة السياسية وإنما نقصد بها السلطة السلطة المعرفية معناها راجل عنده ثيقة الناس كل عندها فيه ثيقة ومكانته العلمية هنا جعلته يؤثر في الجميع وعندما يتكلم يسمعه الجميع فهمتش ما معنى السلطة يا فرحاوي يا شادي فهمت ما معنى السلطة يعني نحن لا نقصد بالسلطة السياسية حجة السلطة السياسية لا نحن نقصد بالسلطة السلطة المعرفية التي أصبح يمتلك عالم من العلماء يعتمد عليه أبو حيان التوحيد اللي هو أبو سليمان المنطقي واذا حفظ شادي ولا إذن حجة السلطة اللي هي السلطة المعرفية ثم حجة الواقع فهمت شادي هل الحجة الدينية مثل السلال بسرق هي حجة دي لا ثم فرق نحن نشوف الحجة الدينية عندها سلطة روحية عندها سلطة معناها دين عقائدية وبالنسبة للحجة السلطة يعني الحجة المستمدة من العلماء عندها سلطة على العقول يعني هناك فرق ولو أن الحجة الدينية أيضا هي عندها سلطة لكن السلطة هنا سلطة خاتب الجانب المعنوي الجانب الروحي جانب المعتقد أما سلطة العلماء وخاصة أبو سليمان المنطقي فإن سلطته سلطة معرفية معناها لا ننظر للمكانة الاجتماعية للعقيد للغني أو فقير وإنما ننظر إلى كونه ينتج معرفة وكون هذه المعرفة معرفة تتسم بالسمو والرفعة إذن عندنا فهمتش معنا حجة السلطة؟ إذن عندنا حجة السلطة السلطة المعرفة وعندنا الحجة الواقعية وقد فسرت لكم معناها أن التوحيد عادة ما يعود الواقع ولذلك محمد عليه السلامي ما فهمتش معناها حجة السلطة؟ لم تفهم ما معناها السلطة؟ قولي نعم ولا لا؟ لم تفهم ما معناها حجة السلطة يا محمد يا سلامي؟ نرجع مرة أخر السلطة هنا لا نقصد بها السلطة السياسية لا نقصد بالسلطة سلطة سياسية وإنما نقصد سلطة العلماء سلطة العلماء ليست بالجيش وبالسيوف وبالقوة سلطة العلماء سلطة عقلية فكرية معناها هناك أعلام هناك وجوه من العلماء معناها أصبح لها سيتها أصبح لها مكانتها أصبح لها حضورها وبالتالي فإن كلامها عندما نقول فلال فلالي معناها السامع يصدقه لأنه مسنت إلى شخصية موثوق منها لأنه مسنت إلى شخصية معروفة بالعلم ومعروفة بالمعرفة ثمت محمد عليه السلام إذن أبو سليم المنطقي هذي وهو شخصية معاصرة لأبي حيان التوحيد وأستاذه الذي تلقى عنه المنطق على خطر التوحيد ثقافته متنوعة عنده ثقافة دينية وثقافة صوفية وعنده ثقافة منطقية وثقافة فلسفية إذن هذا الأستاذ الذي اعتمد عليه أبو حيان في دراساته أصبح يعتمد عليه في بعض السياقات في الحجيش يعني عندما مثلا يعرف الفلسفة نحن منحبه مش أنا يفهم فهم معناها مباشر كذا كي يذكر أبو سليمان المنطقي هو عالم ومعروف بالمنطق ومعروف بالفكر وبالمؤلفات وبالمناظرات ويقول أبو سليمان صحيح معك لا نقاش لكلامي وبالتالي يصبح يعني عندما يسند أبو حيان التوحيد الكلام إلى أبي سليمان المنطقي فإنه يستمد منه تأثير سلط معناها حتى حد ما يناقش يقوله مدام الكلم مسنت إلى أبي سليمان المنطقي فإنه لا أحد يستطيع أن يناقشه يستمد من القوة هو القوة الحجاجية بتبعي الحق إذن أبو حيان يختفي وراء أبي سليمان المنطقي يعني عوض أن يباشر الأمور بطريقة معنى واضحة وبطريقة معنى يتحمل فيها المسؤولية فإنه يختفي وراء أبي سليمان المنطقي خاصة عندما تكون بعض المواقف محرجة عندما يسأله مثلا عن سياسي فلاني أو يسأله عن واقع معين فإنه يسند الكلام إلى أبي سليمان المنطقي الوزير هنا ليس له ما يقول ليس له ما يعبر لأن أبي سليمان المنطقي معروف عالم وسلطة معرفية ثم سلطة سياسية مثلها الوزير وثم سلطة معرفية مثلها يمثلها العلماء ومن بينهم أبي سليمان المنطقي به نفوتها للحكية هذه بالنسبة للحجة الواقعية يعني هذه حجة يستمدها من الواقع والتوحيد كما تعلمون وأديب هو مفكر ميداني معناه هو أديب لم يختار أن يعيش في برجه العاجي وإنما اختار أن يختلط بالناس وأن يسمع همومهم وعادة ما يورد في مؤلفاته خاصة في الامتاع والمؤاسة ما يورد أخباراً وما يورد حكايات عن الناس عن العامة كيف تصرخ وعن أسود الزبد يعني كيف انقلب من عبد معنى من عبد ضعيف إلى معتد أثيم يقطع الطرق على الناس ويفتك أموالهم ويغتسب نساءهم هذه بكلها واقع يعني يعود إلى الواقع يعني عندما يصور مثلاً عندما يصور الوزيع الحاكم المعز الدولة البويهي يعني عندما يصوره وهو يذهب في رحلة صيد في حين أن العامة تصرخ وتضج وتخشى على الأعراض وعلى الأموال من هجمة الروم هذا الكل يقعود إلى الواقع إذن فالحجج التي يستمدها التوحيد يستمدها من واقعه الذي يعيش فيه ويستمدها من حياة الناس وهذا ما دعم مكانة التوحيد أنه أديب نقول أديب عضوي بعبرة أخرى يعني يعيش في مجتمع الناس وينقلوا همومهم وينقلوا صرخات ولم يتبرأ من هذه الهموم يعني رغم أن مكانته القريبة من الوزير تجعله يتحلل كبقية البتانة كما يقول هو يعني عقارب للساعة وثعالب مكارة لا هو رغم أنه اقترب من الوزير وأصبح جليسه وسميره الذي يمتعه فإن لم يقطع صلته بهذا الواقع وإنما حاول أن يصور هذا الواقع بشكل قاتم إلى درجة أن الوزير في ليلى من الليالي بكاه يعني أبكاه جليسه يمتع فيه شوية بكاه من الواقع يعني بسبب أو بسرده اللي يبقع على الناس واستناده إلى هذا الواقع الآسن والمظلم والظلم والقهر والاعتداء والانتحار والإجرام يعني سوره التوحيدي كأحسن ما يكون فنقل لنا فكرة عن الواقع فكرة قاتمة كانت غايته فيها الحجاج دائما كانت غايته فيها تليين قلب الوزير وجعله أقرب إلى الرعية وأقرب إلى معاناتها وأقدر على إصلاح شأنها إذن عندنا أيضا أنواع أخرى من الحجاج نجد أيضا الحجة المنطقية الحجة المنطقية وعادة ما يسوغها بالاعتماد على تلك الأساليب المعروفة الأساليب الافتراضية وسأعطيكم أمثلة منها يعني يعتمد فيها على نوعا من الدقة أو على نوع من القياس يقيس الظهر على الباطن يقيس الغائب على الشاهد يقيس كذا إذن هناك نوع من القياس المنطقي الذي به يخاتب عقلها يا غسان يا زواري الليلة 18 هدية لا أنصحك بالإطلاع عليها فهي ليلة أكثر قبح منها تذكروشك في الحصة الأولى تذكروش الليلة 18 هذي أش نعمل لهجة تونسية فلا أنصحك سراحة معنا فيها يعني كلام للبطلين والعيارين والشطار أو ما نسميها من نحن تحب تقرأها يا ابنيتي يقرأ شوف في بعض الطبعات غير موجودة لكن في الطبعات الأصلية خاصة لك الطبعات المذهبة هذه الكاملة تجدين الليلة 18 وفيها شعر لأبي نواس وفيها شعر وفيها مفخرات وفيها كذا وفيها كلام يعني شديد وهي ليلة معبرة على الواقع يعني هي ليلة أراد بها التوحيد أن يعبر على هذا الواقع الأخلاقي الذي معنى عاشه أبو حيان في القرن الرابع الهجي إذن حتى ليلة 18 لا يجب أن ننكر قيمتها الدلالية تعبر على هذا الواقع المفكك وعلى هذا التراجع الأخلاقي الملحوظ به عندنا أيضا من الحجة الحجة السلطة الحجة الواقعية الحجة المنطقية حجة التعريف والحد أيضا حجة التعريف والحد يعني عندما يعرفوا علم العلوم يعني عندما يقدموا لنا حدود علم من العلوم فتلك حجة به أنتم كما اشتراجعوا تبعوا التخطيط هذا ما تتوسعوا ماذا الحجة السلطة تتوسعوا فيه الحجة الواقعية تخذوا له شواء الحجة المنطقية أنا تونعتي فيكم فيه يعني خاصة أنا بصراحة تألمت كثيرا في الحسن الماضي عندما كتب لي بعضهم راني منيش فهم التوحيد أنا حبيت أن نعملكم بادخل بسيت باشي على الأقل على الأقل معناها تقتربون بهذه الحسة وفي الحسة جاية إن شاء الله تقتربون أكثر من التوحيد وتولوا تجموا تكتبوا أكثر